عمل المركبات بنظام الفردي والزوجي لم يكن خياراً يروق للعاملين في قطاع التكس الأصفر فهذا النظام أوجد عقبات وتحديات جديدة لقطاع يوصف بالمنكوب أصلاً نتيجة التغول عليه بالإضافة إلى ما حل به في الأشهر الأخيرة نتيجة جائحة كورونا ما بتفيدنا إحنا لأنه إحنا رزقتي يوم بيوم يعني بس هذه يعني إذا ما اشتغلت اليوم ما بتوكل العمومي إحنا المشكلة إنه إحنا مش صحاب سيارات لما أنت مثلاً نجيب سيارة عشان تستفيد منها يعني كأنك يوم رح تشتغل ويوم لا يوم رح تروع على الدارة عشر دنان نير ويوم لا العمومي أكيد الكل دي يشتغل ما انت شايف يعني الأوضاع المرقنا فيها ما بزبط تطبق عليك ما بزبط تطبق علينا انت شايف الوضع يعني ما بنقدر نشتغل اليوم وبكرة نعطل نشتغل اليوم ونعطل اليوم يعني طبقت على العمومي كبداية بس والله ما استفدنا يعني اللي بنشتغله أول يوم منها ضمان ومنها بنزين ومنها كذا وإش بنصرف وثاني يوم يعني صعب تطبق على العموم الناس وين بدأترو الرفض لنظام الزوجي والفردي لم يكن قطعي فهو أيضاً يعتبر طوق نجاة لقطاع التكسي الأصفر من تخفيف الإزدحامات المرورية في الشوارع وازدياد عدد الركاب يعني أحسن كتير عارف ليش ما كان فيه ضغط سيارات زي الأيام هاي الأيام هاي ضغط سيارات كتير كتير وكنا إحنا مستفدين ليش الفردي لما يكون ممنوع يطلع بيطلع بتكاسي هسه صار الكل يطلع بسيارته الكل يعني ولسه بكرة راح نصادف أزمات كتير والله يعني بدك الناس تتحرك يعني شو بدك تعمل يعني الناس تتحرك شوي أكيد يعني إن شاء الله أنه أفضل للجميع يعني برضو الناس ما بتقدر انها يعني تتخلى عن سياراتها ها اليوم أزمة كل الشوارع أزمة كتير يعني تعتفرج عند المسلخ لأنه سكروا المسلب تبع الأستراد الحظر اللي كانت فيها ماشي الحال بس في الأيام العادية لما ترجع الحياة للطبيعية أكيد مش راح يكون كويس ولا راح يكون مجد يعني واحد عنده سيارته ملكه كيف بدك تقدر تمنعه أن يطلع منه اللي عنده ظروف عادية اللي عنده شغل يعني واحد عنده دوام وعنده شغل وعنده سيارة مش راح يوقفه يروح على شغلة مواصلة يعد تطبيق آلية الزوجي والفردي في المملكة من الخيارات التي طالما تم وضعها على طاولة الحكومة لتخفيف استهلاك الوقود ضمن خطة الترشيد التي تنفدها الحكومة للتعامل مع أزمة ارتفاع عبء الكلف فهل تستحدث الحكومة هذا النظام من جديد؟ أسامة بليبلي الحقيقة الدولية